على ساحة العالمية من هذه الحرب التي تزداد تعقيدا وتزداد تصاعدا في الحقيقة إلى درجة أن الروس عادوا يتحدثون عن إمكانية استخدام سلاح نووي إذا ما أصبحت روسيا مهددة وجوديا والسؤال المطروح ما معنى أن تكون مهددة وجوديا ما معنى ذلك هذا يبقى على تفسير الروس للتهديد الوجودي فهم قد يرون أن التهديد الوجودي هو أنهم ينهزمون في أوكرانيا أو قد يرون أن التهديد الوجودي أنه يقطع عليهم بيع البترول والغاس قد يرون أن التهديد الوجودي هو أن تمنع الدول وتقطع كل الأجواء القريبة منهم فلا تصل أي طائرة ولا تطير أي طائرة من روسيا ولا تصل إليها قد يكون تهديد الوجود هو هذه الأموال وهذه التي تأخذ من الأولي للقرش أصدقاء تبون قد يكون تهديد الوجود هو عندما يشعر بوتين قلت أنا تبون لا بوتين بطاعة الحال أسمعه وتم تشابها نفس الأحرف تقريبا تهديد الوجود ربما عندما يشعر بوتين أنه على أبواب السقوط فالقفل أنتع السلاح النووي في يده ولذلك اليوم حتى العادو وجماعة الحلف الأطلسي وقالوا من أن بوتين يهدد وأن روسيا أصبحت تتهدد وتتحدث عن السلاح النووي وقالوا أن هذا غير مقبول نهيك على التوترات الشديدة الآن ما بين روسيا وبولندا وهي تهديدات تضاف أو توترات تضاف لما يقع ما بين دول البلطيق الثلاثة لاتفيا وليتوانيا وإسطونيا اللي هي في الحقيقة متشنجة جداً برغم أنهم أعضاء الحلف الأطلسي ولكنهم قريبين جداً من الروس وهم دول صغيرة وجيوشهم صغيرة صحيح الأمريكان والغرب عموماً أرسل آلاف الجنود إلى هذه البلدان وأرسل أسلحة متطورة جداً باعتباره مع ضعف الحلف الأطلسي إلا أنهم يخافون من غدر روسي لبلدانهم فهم متشددين جداً وقد زار اليوم وزير الدفاع الليتواني أعتقد هو الذي زار وزير الدفاع أوكرانيا وفي كيف تحت القصف الروسي عموماً من بين أهم التطورات هو أيضاً مقتل قائد قوات المشاة البحرية الروسية وهو الذي كان يقود الهجوم على أوديسا وأوديسا مدينة بالغة الاستراتيجية والأهمية تاريخياً أيضاً مهمة جداً هذه المدينة هذا قد يكون سادس جنرال لحد الآن الإعلام الغربي والمخابرات الغربية تحدثت عن مقتل خمس جنرالات بعض اثنين منهم من أكبر الجنرالات الروس وأعتقد اثنين منهم يحملون في رطبة فريق جنرال دارمي وهذا يكون هو السادس ولكن أيضاً الروس قالوا من أنهم دمروا 52 مستودع للذخائر تابع القوات المسلحة الأوكرانية كما قالوا من أنه من أنه مستهدف مستودع للسواريخ وقالوا أيضاً من أنهم قاموا بإطلاق سواريخ من طراز باتسيون في محيط مدينة ريفنا وتدمير هائل حسب ما يقول الروس للقواعد العسكرية والثكنات ومراكز التسلح الأوكراني سياسياً شاه نبه وزير الخارجية الروسي سيركي لابروف أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تجري بشكل صعب بسبب تغيير الجانب الأوكراني لمواقفه كل مرة وفق تعبيرها قال هذا الكلام في معهد العلاقات الدولية بجماعة موسكو أريد أن أعلق قليلاً على هذه القضية قضية التفاوض نحن نعرف أن الأوكران قابلوا بالتفاوض مع الروس منذ تقريباً اليوم الرابع أو الخامس للغزو وحتى كان بعض الناس يستقريبون كيف يتفاوض هؤلاء وهم تحت القصف وتحت القناة لكن الأوكران أعتقد أن استراتيجيتهم كانت لا يرفضوا التفاوض حتى لا يقول أحد في شعبهم أنهم متحسوش بنا رأي تحلينا القناة رأهم يعتقلون فينا رأهم يهدمون بيوتنا ومدننا ومستشفياتنا اليوم نظمة الصحة العالمية قالت أن أكثر من أربعين مستشفى هذه منظمة الصحة العالمية الواماس أربعين مستشفى دمرها القصف الروسي طبعاً لما تجي منظمة الصحة العالمية تكون عندها مستقية أكبر لأن هذه منظمة مستقلة مبدئياً مستقلة تفاوض اللي بدوه الأوكران كانوا في البداية كانوا يقولون عن بعض كثير ثم الأوكران بدأوا يقولوا بأنهم قد يقبلون ببعض الشرط الروسية ولا يقبلون بأخرى إلى آخره لكن الروس الآن حسوا بأن الأوكران منذ ثلاث أيام عبر عليها اليوم من أن الأوكران في الحقيقة بدأوا يساعدوا في قضية التفاوض لماذا؟ كان توقعي هذا في الحقيقة أيضاً لماذا؟ لأن في الحقيقة كان ثلاث معطيات قلات الأوكران يشعروا بأنهم قد ينتصرون مش فقط لا ينهزمون مش فقط أن بوتين لا يستطيع فرش شروطه كاملاتاً وإنما قد قد ينتصرون بمعنى أن السيطرة على كياب والسيطرة على أوكرانيا تفشل وهذا يكون انتصار كبير للأوكران لماذا خلاهم هذا أنهم يساعدوا شوية من موقفهم مش كما كانوا في المرات الأولى لأن أولاً وصلتهم أسلحة كثيرة جداً وما زالت تصلهم من عند الغرب الأمر الثاني وصلوهم كما بعد المساعدة تقول حشرات الألاف لكن المؤكد آلاف من العناصر أجنبية تقاتل معهم وبعضهم جنود غربيين سابقين كنا شنال بعض الجنود وبعض الضباط من هنا من بريطانيا حتى راحوا الأمر الثالث أن بوتين نحن اليوم في اليوم الثامن والعشرين يعني قد ندخله في الأسبوع الخامس أعتقد وبالتالي بعد يومين نهاية بعد يومين غدوى شهر غدوى شهر غدوى 24 مارس وهذا بدأ منذ 24 فبراير اليوم رأنا يوم 29 إذن فغدوى شهر وندخل في الشهر الثاني لم يستطع لحد الآن أخذ كيف صحيح دمر ماريو بول صحيح أخذ بعض المدن مثل خيرسون ولكن كراكيب مثلاً لم يستطع أيضاً أن يأخذها ولا أوديسا ولا مدن أخرى وخاصة كييف بل أنه في كييف في بعض المناطق تراجع إلى 30 كم وهو اللي كان على بعد 10 كم من كييف هذا كلهم شجحهم باش يكون يرفعوا السقف المفاوضات التاحهم ثم زيارة بايدن اللي يصل قبل ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين إلى زابنتيم لمطار بريكسل هذه أيضاً مهمة جداً فالدول الأوروبية منقسمة ما بين جهة يقودها الألمان ومعهم الإيطاليين بشكل خاص وما بين جهة أخرى تقودها بريطانيا وإن كانت ميش في الاتحاد الأوروبي ولكن معها أيضاً دول مثل لاتفيا الإستونيا الماجر بولندا إلى آخر كل الدول القريبة من روسيا وشن الخصومة بين هذه أو الحالة لماذا؟ لأن هذه الدول تريد قطع البترول والغاز الروسي بينما ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى فرنسا في الوسط بين هذه الدول لا تريد قطع الغاز الروسي لأنهم قالوا قطع الغاز الروسي يعني رح نباتل لنا نسخنوا بالحطب قالوا جماعة معتوه بيرمينغهام واللي كانوا معه لقاية صالح فرنسا تسخنوا بالحطب هذه المرة الروس يخلهم يتسخنوا بالحطب في ألمانيا وفي أماكن أخرى فقالوا معناها ممكن أن يكونوا بدون طاقة ألمانيا أكثر من 80 مليون ألمانيا اقتصاد هو الأكبر في أوروبا ألمانيا أيضا عندها مشاريع كبرى في الروس تخلات عليها إلى حد ما لكن قالوا بالنسبة للبترول والغاز لا نستطيع تقريبا نصف الغاز والبترول لألمانيا يأتي من روسيا أعطونا شوية وقت طليان أيضا يقولون أعطونا شوية وقت الدول الأخرى يقولون منتهم ركم تفكروا في الشتاء القادم لأن الشتاء هذا تقريبا فات بالمناسبة مثلا هذه الأيام هذه خمس أيام هناك بريطانيا يعني شمس تقريبا يوميا هذا مش نهش منذ خمسة أشهر أو أربعة أشهر كان تطلع شوية الشمس الباردة لكن هذه الأيام وصلت درجة الحرارة أمس إلى 20 درجة هنا في لندن وهذا مش دائما موجود في مارس يعني 20 درجة تعتبر كأننا في الصيف إذن الدول الأوروبية تقريبا مر الشتاء واللي ردوا على الإيطال إيطاليين وعلى الألمان قاصة قالوا أنتم تفكرون في الشتاء القادم بينما نحن تسقط علينا القنابل هذه أوكران والبولنديين والآخرين لطفيا، إسطونيا، لليتوانيا ودول أخرى قالوا نحن تحت التهديد مباشر وإذا أخذ أوكرانيا بوتين فقد أيضا يأخذنا نحن وأنتم تخافوا من حرب نووية ففي خصومة يعني بيناتهم فلذلك جاء بايدن اللي هو طبعا يتزعم أيضا تشدد مع بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يتزعمون التشدد في مواجهة بوتين جاء بايدن وبايدن سيكون له ثلاث اجتماعات الاجتماع الأخطر والأبرز هو مع قادة النيتو ثلاثين دولة تجتمع طبعا رب النيتو هما الأمريكاء أقوى وأكبر جيش داخل النيتو يعني هم الأتراك الأتراك أقل يعني أقل بكثير مقارنة بالجيش الأمريكي إذن ستكون هناك قمة النيتو لحلف الأطلسي القمة الثانية هي لما يسمى بمجموعة السبع ومجموعة السبع من هي هي الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا كندا واليابان اليابان أيضا دخلت في العقوبات بالرغم أن اليابان عندها مشاكل كبيرة مع الروس فمن الجانب الآخر في الطرف الأسياوي روسيا مجاورة اليابان تفصل بينها من ضن بحر اليابان وروسيا واليابان تطالب بمجموعة جزر نعتقد يسموها جزر الكوريل منذ سنوات طويلة قالوا بأن الاتحاد السوفيتي احتله واليابانيين غاضبين جدا يعني لما هزموا في البحر في الحرب العالمية الثانية احتلت لهم روسيا مجموعة كبيرة من الجزر ولم تعدها لليابان فاليابان أيضا مشات في قضية العقوبات وهي ستحضر لقاء غدا أيضا هذه الدول السبعة وهي الأغنى في العالم الغربي يعني اللي يفوتوهم فقط هي الصين والهند ومش من دول السبعة هذه أيضا ستفرض عقوبات جديدة وفي اجتماع آخر يحضروا بايدن وهو اجتماع دول الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين وهذه المرة سيحضر بايدن وربما هذه أول مرة ربما يحضر رئيس أمريكي لهذا الاجتماع هذا كله الهدف منه بايدن قالها بصرح العبارة قال أنه يذهب لأوروبا لمزيد لتشجيع الحلفاء الغربيين لمزيد من العقوبات ضد روسيا لإرسال مزيد من السلاح لأعطاء ضمانات لشركائنا مثل الهونغار والرومان والبوليش والدول البلطيق من أننا هنا مما يعني أن الأمور تتساعد يعني أن الأمور تتساعد ولا تخف وغضب شعبي عارم لرأي العام مع وصول ومزيد من الصور للموت المدنيين ولقصف المدارس ولقصف المستشفيات وأنا أرى في هذا القصف وأنا أرى في هذه الصور طبعا مؤلمة جدا يعني تشوف أطفال يقتلون أو نساء أو مدنيين يعني تسقط عليهم السواريخ قلت لم يروا هم لم يروا حلب حلب في سوريا سقطت عليها عشرات الآلاف من السواريخ الروسية وبراميل بشار وكانت الميليشيات تدخل وتذبح من بقي لم يروا جروزني التي ضعها دارها بوتين يعني سحبها من الوجود قتل عشرات الآلاف من الشيشانيين واختصبوا آلاف النساء بعض الناس يقولوا عشرات الآلاف من النساء الشيشانيات إلى درجة الشيشانيين اليوم قسموا جزء يقودوا قذيروف يقاتل مع بوتين لأن بوتين هو ولي نعمة قذيروف وشيشانيين معارضين وكانوا قاتلوا ضد الروس يقاتلون مع الأوكران فهي أيضا في أوكرانيا تقوم حرب أهلية شيشانية كما هي أيضا حرب أهلية سورية فجماعات واغنر وأخذت آلاف وبوتين أعلن على ستة عشر ألف مصادر كثيرة قالوا ثلاثين ألف سوري وبعض الميليشيات حزب الله بالمناسبة كذب من أنه لديه عناصر لكن هناك ميليشيات عراقية قاتلت في سوريا وقاتلت ذهبوا هناك خاصة أن معروض عليهم أكثر من ألفين دولار مبلغ ضخم بالنسبة لهؤلاء في المقابل القوى المعارضة المسلحة بعضها صحيح تركيا لم تسمح لهم بالذهاب ولكن كثيرين منهم وجدوا الطريق ووصلوا لأوكرانيا وقالوا أن وصل مئات من المعارضين السوريين فسيقابلون السوريين تبشار الصورة قلت إذن يعني وانا رضا يعني لما سمحوا لبوتين أن يهدم حلب ويقتل منها عشرات الألف وكانت مرات يقول لك قصر في حلب قتل 130 ما واحد منهم 60 طفلا و30 امرأة وكأنها خبر عاجل سريع لا شيء أما جروزني فطبعا لأنذاك ما كانش كاينة المواقع التواصل الاجتماعي وكان أيضا صحيح للإنصاف منظمات كثيرة عالمية سواء غربية أو غير غربية نددت بذلك بل أن هناك إحدى الحقوقيات الروسيات اللي لعبت دور كبير في كشف فضح الضمار اللي قام ببوتين في الشيشان تعرفوا ماذا ماذا كان أمرها في النهاية قتلوها لدي كتاب عنها وقرأت القصة انتاحها قبل حوالي سبعة أو ثمان سنوات إن شاء الله لعل في اللايبات القادمة لخصلكم ولو في بضع دقائق كتابها ومعركتها معركة هذه المرأة لقتلها طبعا بوتين قتل كثير من معارضيه سواء في الداخل أو في الخارج حتى هنا بريطانيا قتل عدد من معارضيه لذلك هذا الموقف البريطاني في الحقيقة نابع من العمليات الإقتيال التي تمت هنا لمعارضين لبوتين عموما الأوضاع تتساعد وتزداد سوءا في أوكرانيا وأعتقد أن التفاوض الأوكراني كلما شعر بأن هناك دعم أكبر له كلما رفعوا أو رفضوا المطالب الروسية طبعا المطالب الروسية 15 مطلب هناك 15 شرط بما فيها القبول بأن جزيرة القرم الكريمي أنها جزء من روسيا يعني يخذ لهم مقطع من أعراضيهم جزيرة كاملة استراتيجية ويقول لهم تاهي مشتاق منطقة دونباس هذه الجمهوريات يعترف بها أوكرانيا بمعنى هذه منطقتين أساسيتين في شرق أوكرانيا أوكرانيا تعترف خلاص أنهم جمهوريات وتبعي للروس حتى تحييد أوكرانيا نزع سلاح أوكرانيا ما يسموه بنازيين وبالفعل كين هناك نازيين يقاتلون مع الأوكران لكن أيضا كين نازيين يقاتلون مع بوتين بالمناسبة هذه حرب أيضا حرب أوكرانيا هي أيضا حرب اليمين المتطرف أولئك الذين يناصرون بوتين هم قلة الآن خافوا بدأوا يتراجعوا واليمين المتطرف الذين يساعدون أوكرانيا إذن فهي مجموعة حروب بالمناسبة هناك حرب أخرى أيضا هناك وهي حرب الأرثوذوكس لأن الكنائس الروس والروس والأوكران هم في حدود 75% ما بين 70% إلى 75% في روسيا 70% وفي أوكرانيا 75% يقولون أنهم أرثوذوكس مسيحيين أرثوذوكس وهناك صراع كبير ما بين الكنائس الأرثوذوكسية التي انقسمت تماماً حتى أن كنيسة الكنيسة الرئيسية الأرثوذوكسية في إسطنبول هي التي تحاول أن تصلح بيناتهم وهناك أيضاً بالمناسبة المسلمين فمفتي المسلمين في روسيا ساند الحرب مفتي المسلمين في كورانيا قال هذه حرب ظالمة وقال أن مفتي المسلمين في روسيا إنسان ظالم ويقف مع الظالمين وتقريباً كفروا فهي إذن مجموعة حروب طبقات حروب داخل حرب هذه كلها لكن الأخطر هو أن إذا ما استخدم السلاح النووي أو الكيمياوي والغربيين نرغم يحذروا من استخدام سلاح الكيمياوي فستكون كارثة عظمى في المنطقة كلها ربما البشرية لذلك كل مرة نذكر ما قاله إنشتاين ولعل نذكركم به أيضاً وهو أيضاً يلتقي مع بعض ما ينسب من أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يعني إنشتاين لما سئل على الحرب العالمية قالوا له كيف سيكون وضع العالم بعد الحرب العالمية الثالثة أو قال لهم ما ما لا أعرف ما أعرفه هو أن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي في واحد ما كان يقوله أيضاً قال بالعصي والسيوف لكن المهم أن الاشتاك كانت بالعصي بالمطارك بالعصاء لأنه لأنه بالمناسبة بالمناسبة في الثمانينات لازلت أتذكر كيف كانوا كثير من الدول الأوروبية يجمعون أشياء كثيرة ويحفرون لها على أعماق آلاف الأمطار يقولوا بشكتسر حرب نووية كانوا متوقعين حرب نووية في الثمانينات في زمن الحرب الباردة لما اشتدت 83-84 على سواريخ البرشينج إلى آخره قالوا على الأقل الأجيال الأخرى قد تجد كيف كانت المدنية إذا ما سحقتها السلاح النوو